أنه كان في بني إسرائيل شاب عبد الله تعالى عشرين سنة ثم عطى الله عشرين سنة ثم نظرت المرآة فرأى الشيبة في لحيته فساءه ذلك فقال اللهم أضعتك عشرين سنة ثم عطيتك عشرين سنة فإن رجعت إليك أتقبني فناداه نادي أرحم الراحمين أحببتنا فأحببناك تركتنا فتركناك عطيتنا فأمهلناك وإن رجعت إليناها بالناكب وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعفو عن السيئات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات اعلم أن مما يعينك على تعجيل التوبة والإسراع في التوبة فالذي حال بين الناس وبين التوبة والصدق في التوبة هو طول الأمل طول الأمل ومن أطال الأمل أتاء العمل قال الله درهم يأكلوا ويتمتعوا ويلفهم الأمل فسوف يعلمون وقال سبحانه أفرأيت إن مفعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يوعدون وقال سبحانه أيحتبون أن ما نمذهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون اعلم أن مما يعينك على التوبة والإسراع فيها والمبادرة إليها هو ذكر الموت وتعاكه نعم إن الموت قريب إن العمر مهما طال فهو قصير والدنيا مهما عظمت ففي حقيره فاختر لنفسك النفاية التي تتمناها